تحية تنتظر الرد بأحسن منها هكذا وصفت ميليشيا الحوثي مبادرتها التي دعت فيها السعودية لوقف القصف الجوي مقابل عدم استهداف الأماكن الحيوية للمملكة لكن هذه التحية الحوثية عدتها الرياض مجرد أقوال تنتظر الإثبات العملي ففي العشرين من سبتمبر لجاري أعلن مهد المشاط وقف العمليات الهجومية على السعودية قائلا بأن جماعة لن تحرك الطيران المسير والصواريخ الباليستية تجاه المملكة بانتظار إعلان سعودي مماثل قبل العرض الحوثي بالريبة من قبل السعودية التي قالت على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير بأنها ستراقب أفعال الحوثي وستتفحص في الدوافع الكامنة خلف إعلانه وقف اعتداءته الملفت للنظر أن الأمم المتحدة أبدت ترحيبا كبيرا بمبادرة الحوثي لدرجة وصفها من قبل المبعوث الأممي مارتن غريفث بحسن النية من قبل الحوثيين ورسالة قوية لوجود إرادة لإنهاء الحرب في اليمن وهو ما عاد للذاكرة سياسة التماهي الأممية مع ميليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية المبادرة الحوثية أتت بعد غارات جوية عنيفة شنتها السعودية على مواقع لميليشيا الحوثي فسرت كرد فعل على الاستهداف الذي طال منشات أرامك النفطية السعودية والتي تبنتها ميليشيا الحوثي واتهمت كل من واشنطن والرياض طهران بارتكابها بالنسبة لميليشيا الحوثي فإنها وفق مراقبين تريد استغلال تطورات الصراع الإيراني السعودي لصالح جعلها مناظرة للسعودية وليس للشرعية وهي سياسة تزيد من فرص تحكم إيران في المنطقة فضلاً عن أن ما يحدث وفق محللين ما هو إلا نتيجة لتكرار السعودية سياساتها الخاطئة في اليمن والتي ركزت على إضعاف الحوثي وليس على تحرير اليمن منه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر